كمان الدولة يا باش مهندس اتحت فرصة ان مش لازم يكون في مقر للشركة او للبيزنس ده فكلمنا اكتر برضو على هذه الخطوة وازاي فرقت تحديدا في صناعات معينة او في مجالات معينة لا بص حدتك هو بالنسبة للصناعة بالذات ضروري ان يكون في موجود مقر ليها ومقر يكون في منطقة صناعية مرخص بيها للدولة يعني عشان تقدري تستفيدي بالتيسيرات اللي موجودة في القانون كل يعني لازم يكون فيه سجل التجاري وفيه رخصة وفيه بتاعة العربية بالنسبة لمشارعات التجارية دي موجودة في كل المحافظات وفيه مناطق معينة بقى فيه المدن الجديدة دلوقتي بقى فيه قطاع الحاجات التجارية والإدارية بقى لها أماكن معينة ومنظمة ومرتبة وما زالت لسه المناطق اللي هي الأديمة للسكن الأديم لسه ما زال فيها النشاطات الإدارية والتجارية لسه موجودة في وسط المناطق السكنية ومسموح بيها عادي وحتى فيه محافظات زي محافظة القاهرة النهاردة بدأت تنزل عربيات وتقنن أوضاع الناس اللي هي موجودة فتحة نشاطات تجارية أو فتحة مشروعات داخل المناطق السكنية وتديها الرخص عشان تقدر تستفيد بالتيسيرات اللي موجودة في التمويلات وفي القروض والحاجات دي كلها طبعا إيه اللي يقدر يستفيد بقصة عدم موجود مقر؟ لا يعني هل مثلا زي الخدمات التكنولوجية والحاجات الأونلاين مش شرط يكون ديهم مقر؟ لا حضرتك دي لو فيه لو أنت بتشتغل مثلا على حاجات السوشيال ميديا والحاجات دي كلها كلها متاحة للناس كلها أنها تشتغل فيها بس يفضل أنا عندي بسق في شركات لما بيكون لها مكان أقدر أن أنا لو حصلت مشكلة أو حاجة أقدر أن أنا أرجع لها لكن هي الناس كلها تشتغل لكن أنت بيبع عندك في بعض الدول المتقدمة بيبع عندهم عبارة عن تقييم للموقع ده أو تقييم للصفحة دي هل له مقر هل له مكان هل الشخص نفسه صاحب الموثق يعني معروف مكان ومعروف اسمه هل هو شخص واهمي لأن فيه حاجات كتير جدا كانت تبقى نظم أيوة نسبة النظم كبيرة جدا لكن التوصيق للحاجات اللي موجودة في بعض المواقع الكبيرة هي بقت بتقوم بمكان الدولة أو بمقام الدولة هي بتدي كرخصة أو كحاجة أو توصيق بضمانة الموقع ده مثلا طب أرجع مرة تاني نقطة التمويل بما أن حضرتك أكدت أكتر من مرة على أن خطوة راس المال دي خطوة مهمة وإيه الجهات اللي أنا مفروض أخذ منها هذا التمويل ومناسب ليه إزاي فعايزين نعرف إزاي برضو أختار التمويل المناسب وإيه الجهات اللي ممكن أتجه إليها يعني هل البنوك التابعة للدولة ولا فيه جهات أخرى كمان لا أول حاجة طبعا لازم كل الناس نحن نقول أنه موجودة المبادرة موجودة في كل البنوك المصرية المبادرة بالنسبة بفايدة 5% دي موجودة لمتناهي الصغر وللصغير وللمتوسط بفايدة أكتر شوية من 7% إلى 10% المتوسط ده اللي هو حجم الأعمال بتاع من 50 مليون إلى 200 مليون نحن نتكلمش فيه دلوقتي نتكلم على الصغير وعلى المتناهي الصغر كم 7% من 10% دول اللي هي الفوائد الفايدة الفايدة متنقصة بالنسبة للمتناهي الصغر بـ 5% المبادرة موجودة على مستوى مصر كلها الفروع بتاعة البنوك كلها والبنوك الوطنية بالذات موجودة المبادرة فيها جهاز تنمية المشروعات لكن جهاز تنمية المشروعات ممكن يكون بيقدم الفايدة بأعلى بيقدم جزء من المبادرة الـ 5% وجزء تاني بفيه قروط خارجية أو منح خارجية بتيجي بيعد دخاها تاني لصغر المستثمرين بفايدة ممكن تكون بـ 6% أو 7% برضو بفايدة مش كبيرة اللي بعد منها فيه جامعيات فيه حاجة اسمها جامعيات تمويل متناهي الصغر دي فيه حوالي ألف جامعية مرقص فيها من الرقابة المالية دي المنتشرين على مستوى مصر كلهم دي بتقدم الفايدة برضو يعني لو فايدة البنك هي بتبقى أعلى من الـ 7% طبعا لأنه بتقدم فايدة تجارية شوية لكن الدولة حتى سقف ليها يعني بتدي جهاز تمويلة المشروعات أو البنوك بتدي للجامعيات دي فايدة مخفضة وبتلزمها بأنها بتعيد إقراضها تاني للفايدات المستحقة بفايدة أقل من الفايدة الموجودة بالنص وأكتر من النص كمان ترجمة نانسي قنقر